زي ما قلتلكم الموضوع اللي معنا دلوقتي هو موضوع عادي جدا واحد بيعمل دعاية ولكن الدعاية لما بيكون فيها حاجة غريبة الناس بتبقى حاسة ان الموضوع فيه اننا زي ما بنقول عندنا في مصر ومن الغريب او من غير المستغرب انك تشوف واحد من البروجر او الانفلونزرز بيعملوا دعاية لمنتجات او شركات من خلال مشاركة جمهورهم تجربتهم مع المنتج ده او الشركة دي او الخدمة اللي بتقدمها الشركة احد البلوجرز المشهورة على الانستجرام هي مي ابراهيم شركة مي ابراهيم بوست على وسائل السوشيال ميديا او وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بيها صورة ليها مع جزهة في الحرم بملابس العمرة وزي ما انتو شايفين كده قالت اللهم تقبل شكرا للشركة وعملت منشن للشركة اللي كانت مصطدر بها على الاستضافة الجميلة جدا للوله هلقول لما بتشوفوا المنظر ده وتشوفوا الصورة دي عادية كده بتقول ان دول اتنين موجودين في عمرة وبيعملوا دعاية لي الشركة اللي صدفتهم في العمرة دي وموضوع عادي ولكن الناس لما دقات الصورة هتلاقي فيها حاجة مش طبيعية اللي واحدة الاولى هتلاقي ان فيه مشهد عادي ولكن لما تركز شوية هتلاقي ان فيه هنا تحت لما نشوف فيه واحد بكرسي قاعد متكرر ثلاث مرات وفيه ناس وششهم طالعة بشكل مش طبيعي وفيه ناس قاعدة تحس ان متاخد منهم كوبي باست فيه مكان تاني ملاحظات دي علق عليها الناس هتلاقي ان متكرر ثلاث مرات فيه شخص متكرر ثلاث مرات وسيدة قاعدة ومسكة اليفونها وضهرها للكعبة في حين المفروض انها بتكون بتبص للكعبة عشان بتدعي فالصورة غير منطقية ودي ملاحظات علق عليها رواد مواقع التواصل الابتماعي فمنهم بي بوستور اللي قال الصورة دي فيها حاجة غلط هو الناس وراكم متكررة وفيها حاجة غريبة تعليق تاني من اي عاطف كانت بتقول فيه واحد متكرر ثلاث مرات وفيه واحد قدام الكعبة من غير رأس وفيه واحد او فيه رجل لوحدها الصورة غريبة جدا وانا اتمنى ما تكونش فوتوشوب ودعاية للفندق هتبقى صعبة جدا شيمو كانت بتقول فيه حاجة غريبة مريبة في الصورة دي الناس اللي عليمين هي هي نفس الناس اللي على الشمال توقم ولا نسخة مستنسخة او ناس مستنسخة فيه حاجة غريبة بس مش بتارية ولا بقصد حاجة بتعليق بس مش عارفة هم قاعدين ازاي كل حاجة في شكلهم بالظهر ده بعض كده زي بعض كده مرعبة قوي مها برضو قالت هي الناس دي فوتوشوب ولا انتو اللي فوتوشوب فيه مجموعة برضو من رواد السوشال ميديا الترياؤوا وصخروا من الصورة دي زي ابراهيم عماد اللي قال يعمد تلاتة اخوات توقم ما تظلمش الناس تعليق تاني برضو من واحد كان شايف ان هم دول الاخوات اللي كانوا موجودين في فيلم كده رضا حليم بيقول مش يمكن المتكرر ده هو البرنس وسمسم وبيبو وبعد ما شفنا التعليقات دي وبعد ما رواد السوشال ميديا بدأوا يتدولوا الملاحظات دي مي ابراهيم مسحت الصور تماما من حسابتها وده اللي خلى جزء من رواد السوشال ميديا يبدأوا ان هم يهاجموها بشدة زي حبيبة اللي اتهمت مي بالنفاق والكذب وقالت ازاي تبقى منافق ومدعي وتكسب فلوس من الهوى في خمس دقايق بلوجر مشهورة اسمها مي ابراهيم من الناس اللي الهلس مسكهم او مسكهم فلوس من الميديا وبعدين عاشت حياتها اعلانات اخر افتكاسة انها نزلت او نزلت صورة اعلان لشركة انها استضافتهم في عمرة عشان طبعا الفلوس وطلعت الصورة فوتوشوب باتنين جنيه او بجنيه ونص لدرجة ان فيه رجل متكرر تلات مرات قالت في الاخر نحن من نصنع من الحمقى ما شهير في اللي كان شايف ان ده تعديل عادي للصورة عشان عايزين يخففوا حاجة في الصورة فمثلا دكتور شايمة بتقول لا ده شغل ايدت بيتكرر لما بيتعمل بيتكرر او بيتشغل ايدت لما بيتعمل بيكرر نفس المنظر يمكن كانوا حابين يداروا حاجة او منظر مباوض الصورة مثلا او اي حاجة لكن طبعا الصورة مظبوطة عادي جدا بس انت سعيد برضو قالت دي بلوجر اسمها مي ابراهيم نزلت الناس اللي تعرفها او ما تعرفهاش رح اتعاملت عمرة مع رح اتعاملت عمرة مع جزها دي بلوجر اسمها مي ابراهيم نزلت صورة لها عملت هي عملها ايدت وشايلة ناس من اللي حواليها عشان منظر الصورة زي ما اي حد فينا بيعمل لما بيتصور ويكون في زحمة حواليه الناس تسكت لا عيب بهدلوها وباتهموها ان هي ما راحتش اصلا وان ما راحتش اصلا لعمرة ان هي هي وجزها يا جماعة انتو بتعملوا كده ليه بجد يعني فين المشكلة في ان الواحد يعمل ايدت بتحبها او ما بتحبهاش بتتبعها او لا ده عمره ما يديك الحق انك تقول حاجة مش فيها ولا تتهمها بالكذب ده كان تعليق من بسانت تعليق تاني برضو من الناس اللي كانت بتتكلم عن الصورة كان من اسراء اللي كانت بتقول لا هو التفاهل اللي بجد اني ااخد صورة في العمره اعملها في طب وشوبة عشان مش عجبني شكل الزحمة حضرتك دي مش من الديف ده بيت ربنا وانتي هناك مش مي ابراهيم البروجر لا ولا شخصية في بي اي عشان او في اي بي عشان الحرم يفضلك وده ما يمنعش اني بحبها عادي ودمها خفيف مي ابراهيم بقى كانت بتتعامل مع الهجوم ده بسخرية وبتتعامل مع موضوع بسخرية وردت على بعض الناس اللي بعتلها رسائل من الرسائل اللي كانت موجودة ليها او جت لها في الانبوكس بتاعتها واحد كان بيتهمها ان الصورة دي متغيرة فأنا مش عارف أقرأ الصورة اللي موجودة هنا فكان بيقول لها وصل بيكم الحال انكم تنزلوا صورة في قلب الحرم عشان الريتش والشو ولا العبادة والصفر سعبوا عليكم يا منفقين فهي ردت عليه وقالت له يعني اوكي يا خالد ممكن ألعب في الصورة وشيل الزحمة اللي ورانا بس مش لدرجة اني مسافرتش من أصله كمان برضو كان في صورة من الصور اللي كانت موجودة بتقول شاهد قبل الحزف مي عمر بيتصوروا فصلة بيتصوروا بيتصوروا في بيتهم ومنه لله الفوتوشوب وفي حد جايب ان هم كانوا بيتصوروا في بيتهم وان الصورة دي معمولة فوتوشوب على السوشيال ميديا ونزلت بالشكل دي دي كانت ردود الفعل على الصورة اللي نشرتها البلوجر مي إبراهيم وزي ما احنا شايفين ان بقى عادي جدا ان احنا نشوف ناس ممكن تلعب في حاجة عشان مجرد دعاية او عشان اعلان والسوشيال ميديا هي اللي قفشت الناس دي وهي اللي انتقدت الناس دي وهي اللي خلت الناس دي ترجع تمسح الصورة بتاعتهم من على منصتها اشتركوا في القناة